حجة التجربة الروحية تمام اللي هي ايه اه سبيرشول اكسبرينس ارجومنت وهي سهل الرد عليها بس هي حجة شائعة يعني اقولك شائعة ليه بص كثير من الناس كثير من الناس يحسون روحيا بوجود الله يعني روحيا هو بيحس كده ان الله موجود انا مش بيكلمك عن الناس بقى اللي هي اللي بيشوف الله مكتوفه برطقانة واللي بتشوف العدرة طايرة في الهوى شرحنا احنا ده في الانحيازات الايه المعرفي الكورس تفكير النقد وانحيازات المعرفي وقلنا ايه الانسان مخ الانسان بيعمل حاجة اسمها يعني بيدور على اي شكل يعني اي شكل بيشوفه بيحاول ينسقه حطه في صورة مفهومة عشان يخزن صورة في ادمانه تمام؟ وشرحنا ازاي هو مثلا ممكن ان يشوف ايه ان الكوبس الفيشة اللي بتحط في الكهرباء دي على شكل انسان عينين ومن اخير مثلا او البرطقانة مثلا على شكل حاجة معين فدي بقى بسبب ايه الخصية دي في مخ الانسان اللي هو المخ عايز يفاصل يعني شايف شكل بس عايز يفاصل يعني عايز يديله اي ايه معنى عشان يحفظه عنده تمام؟ فشف شكل كده صحابة في الهواء اه العدر ايه العدر العدر ايه اللي حق بقى العدر ايه تمام؟ واحد تاني يفتح له البطيخة وقالك بص الله مكتوب جواهو اه اه بص الله محمد هو مكتوب ايه جوا البطيخة سبحان الله تمام؟ كنا الله ساب كل حاجة في الكون وما جايش يكتب اسمه غرف البطيخة دي تمام؟ مكتبه لنا في الهواء كده وقال انا الله موجود وبتاع جماعة وحل المشكلة دي ويريحنا من القرف ده كله اللي عايشين فيه بقى لنا أعلاف السنين تمام؟ فيها تجربة شخصية يعني هو حجة التجربة الشخصية تقدر تقولها الحجة دي بتقولك ان الكثير من الناس بيحسوا روحيا كده دخل نفسه كده بدون اي دليل بوجود الله والأمر ده منتشر بين البشر ليه منتشر بين البشر لانتشار فكرة الله أصلا انت متبرمج عليها من الصغر يا صديقي انت متبرمج عليها منه وانت أصلا لسه ما بتتكلمش عمل تسمع الله 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 ويقدينه في يدنك لما تتول ولما تخش المدرسة يقولك الله وامك في البيت يقولك الله وابك يقولك الله والمدرسة يقولك الله والجورنان يقولك الله والتلفزيون يقولك الله والشيخ يقول لك الله والإستيس يقول لك الله طب ما ده طبيعي إن ده يعني ما عملوك إستيس الله ده لو مش موجود أصلا بنسبة ما في المئة حتى أنت بالنسبة لك يبقى موجود بنسبة 90% لأن أنت كل الناس كل البيئات والمحيطات والمجتمعات اللي حواليك كلها بتقول الله 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 فده طبيعي أن أنت تحس بكده ده مش دليل أن أحساسك صادت ده دليل أن أنت برمجت برمجة قوية جدا والتجارب العلمية لأننا نحن نتبع العلم ومنحترم العلماء التجارب العلمية على القبائل المنعجلة في غينيا الجديدة وفي بابوا وأمريكا اللاتينية أثبتت أن هذه قبائل المنعجلة لا تعرف الله لا تعرفش حاجة عن الله لكن لها ممارسات دينية قلنا الدين أقدم من الله الدين ده من 100 ألف سنة ممكن إيه بقى من ممارسات الدينية الرقص من أجل المطر زي صلاة الإستسقاء عندك أنت في موسيقى هم يبقى عايزين مطرة يروح جاي الشمان بقى اللي هو لابس حاجات كتير ده انت عارفوا يروح لامم الناس وعودوا الأسر أقصى مع إذا متلقى الغدلاتي في أفريقيا عودوا الأسر أقصى ويعملوا ويساولوا السماء وممكن السماء تمطر بقى ساعة بالصدفة كده قلنا جدعان الفيديو اللي حزفوا اليوتيوب مبارح قسمنا فيديوين الفيديو التحليل السياسي هتزاعي النهاردة الساعة 12 اللاربع يعني بعد حوالي ساعتين اللاربع من الآن والفيديو اللي تكلمت على اللقد فيه على مؤسس التكوين وعلى الأخ الشريف جابر سأعيد بثه غدا الساعة الثامنة مساء على اليوتيوب وفي كلا الأحوال الفيديو كامل بقى كله موجود على الحساب الشخصي على تويتر وعلى الحساب الشخصي على الفيسبوك بس كده فلوها بتمارس بقى التقوص ما قلنا التقوص الدين دي موجودة ويقولك عند بعض القرضة العليا بتتفن حيوانات يعني الغوريلا والأورانجوتان والحاجات دينهم طريقة دفنة يعني لما بيموت إرد تمام؟ بيتفنوا بطريقة وبيغطوا بطريقة يعني ده دين ده في العلم في علم الأديان ده دين في الأنثروبولوج يعني ده دين ده تقصي ديني ده لما واحد بيموت مثلا بيرقص عليه رأسة معينة مثلا في القبائل أو بيقولوا تعويزة معينة أو بيغنوا أغنيها معينة دي ده مش مرتبط بالله لازم تفهم الموضوع ده إن الدين مش مرتبط بقى الله فكرة الله دي فكرة حديثة جدا يعني لم تظهر فكرة الإله دي إلا من أربع تلاف سنة مثلا وده في تاريخ البشر ده أربع تلاف سنة ده لاشي الدين البشر موجود اللي هو اللي هو موسيبيا الموجود ده بشا موجود من بتاع حوالي متين ألف تلتمائة ألف سنة كده تمام؟ حبيبي ما ينفعش أجوا بسؤالك وأنا بتكلم في الموضوع أكيد يعني أنت لو عندك مخ لازم تفكر كده بعد ما منخلص بيبقى فيه إيه فقرة وقت مساحة بنتستقبل فيها الأسئلة في آخر الحلقة اسأل براحتك لما تجيش يا كده ما تكلفة موضوع لازم أجاوب على أسئلك أنا أبقى معك ولا أبقى مع اللي بقول فالدين والإله غير مرتبطين الدين أقدم من الإله بكثير تمام؟ وفي حاجة اسمها الأديان البداية تمام؟ تاني شيء إحنا كده أثبتنا أن فكرة الدين دي ملاش دعوة بالإلهة الإلهة ده فكرة حديثة ظهرت نتيجة إيه أشياء كثيرة تطورت عبر الحضارات وشرحنا الكلام ده في لماذا أنا ملحد كويس؟ فضلا عن التجربة الشخصية يا جماعة لا تلزم إلا صاحبك أنت حسس أن الله موجود ده مش دليل عن أن الله موجود تمام؟ دي تجربة شخصية أنت شفت ياسوء قدامك ده ده مشكلة بتاعتك أنت مجيش بقى يكشكون أصلا ياسوء عخدك ومش على الحيط أنا معرفش الكلام ده أنت اللي حسب بيه تلزمش بيه إلا نفسك ده وده بيبقى ناتج عن هلوس وضللات يعني وقلنا أن فكرة الله دي هي انتشرت بسبب المربجة بدن الصغر وقبائل المنعزلة في الأماكن المنعزلة بتعرفش حاجة عن الله ده كويس؟ النقطة بقى يعني اللي فراد ده برضا على حج التجربة الروحية دي ايه هي حاجة الإنسان الإنسان عنده حاجة دايما يا جماعة للشعور بوجود تعزية إنه في حد مدبر للكون إن الكون ده لي نظام إن المظلوم هياخد حقه يوم الإيامة والظالم هيتعاقب وطبعا ده مش هيحصل تمام؟ بس هو الإنسان بيفكر بهذا بيحب يفكر بهذا الإيه الإسلوب تمام؟ وإن الظالم يعني سيقام العدل بعد ما يموت وياخد حقه والمظلوم هيتعاقب وإن في إله هو اللي بيساعدك لما تبقى ظروفك صعبة تقول آه ربنا هيساعدني آه ربنا مش عارف يعمل إيه أنت فاهمت؟ وجود برضو إيه يعني أنت عارف الإنسان بيستقنس بيستقنس بوجود الفكرة دي أحيانا تمام؟ إن في الله الله هو يحميني من الناس دي الله هيساعدني الله هيجوزني الله هيرزقني بابن أو ابنه تمام؟ آه هو شعور مريح جدا يعني جميل لأن أنت تحس أنه في حد بيرعاك وانت نايم كده حد بيدفع عنك وحد بيأيه وطبعا حد ده مش موجود غير في خيالك يعني بس هيه إيه نوع من أنواع التخدير والراحة النفسية والمسكينات عشان كده أنا كنت قطعت مقطع تمام؟ من فيديو اللي ماذا أنت مؤمن اللي هو إيه؟ سمته إيه؟ قدي مخدر للألام وصانع للأحلام تمام؟ فالفكرة مخدرة للألم بتاعك يعني بتخدر الألم بتاعك وتشعرك بالطمأنينة وبتشعرك بالراحة وإن في حد بيساعدك وحد يعني يعني عينه عليك تمام؟ ولو احتجت له وطبعاً هو ما بيديكش حاجة بتقول تدعي لغاية ما يطلع ديني اللي جابك وما بيديكش حاجة تمام؟ هتقول تدعي لغاية ما يطلع أنت عمرك ما تدعي زي ما أنا دعيته ولا هيديك حاجة ولا يعمل لك حاجة ولا هو موجود أصلاً ولا درياء تمام؟ يعني عشان توفايا بس يعني بيديك يعني بقى تحس بقى أن أنت إيه؟ أني في حد معاك آه وبعدين تجيلك شغلان حلو آه ده ربنا دهاني مش عارف إيه ابن ده ربنا رزقني كده يعني تمام؟ فهي بقى إيه هو الإنسان ضعيف الإنسان ضعيف إذا ما أنت عارب الإنسان ضعيف تمام؟ وخلق الإنسان ضعيفة في يعني يعني بيه اتمحك في أي حاجة كده وخلاص يعني تدعي له خاصة في الأوقات الصعبة عشان كده تعرف أننا الملحدين أقوية لأننا بتمر بينا ظروف صعبة أنا أحد من الناس بتمر بينا ظروف صعبة جدا ومشاكل وحاجات كثيرة وحياتي مهددة وأشياء كثيرة وما فيش إله أرتكن إليه ولا حد ألجأ إليه ولا أدعو ولا أطلب منه العون ولا بتعمل شي كده مقضيعة ألون تمام؟ دي قوة يعني الملحد ده بيبع عنده قوة نفسية رائبة ليولك أصبح الملحدين مرض لا ده عنده قوة نفسية أدك عشر مرات الملحد ده منهم مش معتمل يعني أنا مثلا ما جي مثلا أنا نازل أركب العربية ألاقي ستة قلبانا تقول لي وده بيبدي يديني عشرين جنيه تمام؟ أنا من نوع الموحب يشد شحاتين بس لما بلاقي حد كبير في السن يلازم أديره طول ما هو صغر في السن ما تديروش حاجة تمام؟ إلا لو طفل صغنطوط يعني ولا حاجة عشر سنين كده ولا حاجة بصابة على يبر تمام؟ فأنا دلوقتي مثلا أروح أط إيدي بجيبي ومديها مثلا خمسين جنيه خدي حاجة أنا كملحد هل أنا مستني بعد الخمسين جنيه دي حاجة؟ أنا أرقى من كل المؤمنين لأنها ولا مستني جنة ولا مستني سواب ولا حسن أبعش أمثالها ولا مستني أي حاجة تمام؟ خمسين جنيه مصر دي عن دولار ولا حاجة تمام؟ لكن أنا بديها ليه؟ ده شعور إنساني ده بقى الرقي أن أنت تبقى راقي بدون هذه النصوص ولا خوفا من إله ولا رجاءا لهذا الإله تمام؟ إنها شايفة إنها ستة كبيرة في السن وتحتاج مساعدة هنديها مش هتفرق معها الخمسين جي لكن تفرق معها ممكن تروح تجيب لها بيها أكل تأكل تتغدى مثلا ممكن ممكن تكون شكل بقى لها يوم ولا حاجة تمام؟ تعرفش الظروفة أيه؟ شفت بقى الفرق إن أنت تبقى إنسان مش الدين اللي بيخليك إنسان ضميرك اللي بيخليك إنسان أنا بقول لك وأنا بديها وأنا بسعيدها ماذا الكلام ده؟ أنا بديعش أنا إنسان تمام؟ مش هو الإله اللي هيخليك أرقى بالعكس هو آه هأمرك إن أنت تتصدق وهأمرك إن أنت تأخذ سباة وجواري برضو تسطو وتقطع الطريق وتحتقر المسيحيين وتقتلهم وتحتقر اليهود وتقتلهم وما هو بيقول لك حاجات كويسة وحاجات وحشة ما مش كل حاجات اللي بيقولها وحشة تي حاجات كويسة وفيه بر والدين معاك وأنا وفيه أي حاجة تمام؟ بس هو بيأمرك بحاجات كويسة وبيأمرك بحاجات بين ستين في سبعين برضو في نفس الوقت يعني مش بيأمرك بحاجات كويسة طول خط ما كانش حد غير ما كناش طالعنا تكلمنا لو هو بيأمرك بحاجات كويسة طول خط هي حاجة الإنسان هي حاجة حجة التجربة الروحية دي مبنية على إيه؟ حالة الإنسان النفسية إنه هو محتاج حد بقى إيه؟ يلتحم معاك كده ونستقبل الأسئلة منكم مشكورين تكتب سؤال باك سلاش كده السؤال بتاعك أو سؤال داش السؤال بتاعك حتى معرفين ده سؤال بتدوا اكتبوا أسئلكم في الفاصل ده عبر ما نجي تاني وإحنا هنرد ده